ماذا يفعل هذا الغراب في مستعمرة النمل؟ إنه يمارس ما يسمى بحمام النمل سبحان الله وماذا تفعل هذه النملات بهذا الغراب؟ وما سر هذا السلوك الغريب؟ اليوم سنتعرف على ما يسمى بحمام النمل ونكتشف هذه العجائب ونسبح الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة كل شيء في الكون من حولنا فيه آية تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى انظر معي إلى هذا الطائر يعني حقيقة من أغرب الظواهر في عالم الطيور يقوم بحمام النمل يبحث عن مستعمرة للنمل كما نرى أمامنا ويقوم بغمس نفسه وحك ريشه بهذه النملات هذه الظاهرة لم يعرف العلماء سرها إلا حديثا هي معروفة قديما ولكن لماذا يقوم الغراب بهذا الفعل لا أحد يدري الحقيقة الجواب نجده في هذه النملات معروفة عن النمل أيها الأحبة أن أي خطر يدركها تقوم بضخ مادة اسمها حمض الفورميك أو النمليك حمض يعني يعتبر معاقم أو مطهر أو مبيد حشري لتدافع عن نفسها ضد الحشرات الأقوى منها وضد الحيوانات المفترسة هذا الغراب يأتي إلى مستعمرة النمل هذه ويثيرها بأقدامه ليجبرها انظروا معي لتطلق هذه الكميات من الحمض ليدهن بها جسده هنا يحاول أن يضغط على النملات لكي يجبرها أن تفرز هذا الحمض طيب ما الذي سيستفيده هذا الغراب من مثل هذه الظاهرة الحقيقة هذه ظاهرة غريبة وسلوك معقد في عالم الطيور وجد العلماء بعد دراسات طويلة أن هذا الغراب يعاني أحيانا من بعض الطفيليات التي تنتشر على ريشه وتحدث له حكة أليمة ويمكن أن تحدث له عدوى وأمراض قد تفتك به فيلجأ إلى نبش مستعمرة النمل هكذا لإثارة النملات ليجبرها على ضخ كميات كبيرة من حمض الفورمك أو حمض النمل ليدعك بها جسده أو يفرك بها جسده لتعمل كمعقم طبيعي للقضاء على القمل الفطريات بعض الحشرات التي تعلق به وجد العلماء أيضا أن هذا الطائر وطيور كثيرة مثل الدجاج والبط وغيرها أيضا يقومون بهذه العملية بهدف تنظيف ريشهم من خلال إجبار هذه النملات على ضخ هذا الحامض المعقم ليتخلصوا من الحشرات وبنفس الوقت ليقوموا بتلميع الريش وإعطائه قوة يعني مثل حمى مثل البشر نحن البشر نقوم بغسل مثلا جسدنا وشعرنا بمواد فيها شيء من التعقيم هذا الغراب يقوم بنفس الطريقة سبحان الله أنا لا أستطيع أن أكمل هنا قبل أن أقرأ هذه الآية أيها الأحبة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون طبعا الغراب بسبب ذكائه العالي في عالم الطيور لا يأتي لأي منطقة عشوائية بل يقوم بالبحث عن أكبر تجمع للنمل يبحث عن مستعمرة فيها كمية كبيرة من النمل ثم يقوم بتحريض هذا النمل وإيذائه والضغط عليه بحيث يجبره على ضخ أكبر كمية ممكنة من حمض الفورمك أو النملك وهذا الحمض يعني يستمتع به هذا الغراب يخلصه من الحكة يخلصه من هذه الطفيليات التي إذا تكاثرت على جسده قد تصيبه بعدوى خطيرة ويموت لذلك سبحان الله هنا تبرز بعض الأسئلة أيها الأحبة من الذي علم النمل أولا إفراز هذه المواد المعقمة أو المطهرة أو هذا الحمض من الذي علمه ذلك من الذي علم الغراب أن هذا الحمض مفيد له من الذي علمه سبحان الله الشيء الثاني كيف علم هذا الغراب أن النمل أصلا يضخ هذه المواد وأنها مفيدة له من الذي علمه هذا السلوك الغريب لذلك هنا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا موسى عندما سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا يمكن لإله عظيم أن يخلق مخلوقا مهما كان ولو كان ذرا ثم يتركه بلا رعاية بلا هداية بلا رزق لذلك أخي الحبيب لا تيأس لا تيأس أبدا من رحمة الله الإله الذي علم هذه الطيور وعلم هذه النملات كيف تدافع عن نفسها هذا الإله قادر أن يرزقك قوت يومك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هنا أيها الأحبة علماء الطبيعة ماذا يقولون أولا يحتارون يقولون كيف تعلم الطائر هذه التقنية وكيف علم ذلك ومن الذي ساعدهم وكيف علم أن هذا الحمض مفيد أيضا لسلامة الريش يجعله أكثر نعومة ويجعله مقاوما للتلف يعني سبحان الله يتساءلون ويطرحون الكثير من الأسئلة ولكن سبحان الله لا يجدون أي إجابة لأنهم بعيدون عن الإجابة الحقيقية وهي في قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة